موسيقى مشاهدين ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد العالمي ينضم إلينا عبر تيمز من دبي الأستاذ رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي أهلا بك معنا السيد رائد جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة إذا قام ترام برفع الرسوم الجمهورية على كندا فكيف يمكن أن يؤثر على معدل التضخم طبعا نحن نعلم تماما أن ترامب قد يولد ضغوطا تضخمية بشكل واضح جدا هذا ما قد حدث في 2016 وقت اللي شفنا ترامب كان هو نسبيا كان أحد الأسباب الرئيسية بارتفاع مستويات التضخم هو دفع الرسوم الجمهورية بشكل كبير جدا ورفعها على العديد من الشركات التجاريين الآن مع دخول الوقود كذلك الأمر يسبب ذلك مزيد من الضغط ولكن اللي ممكن نحن نشوفه أنه استقرار ربما أسعار الطاقة عن مستويات أقل نسبيا بالنسبة للنفط ممكن ذلك قد يخفف من حدة هذه الرفعات ولكن الضغوط التضخمية ناشئة عن السياسات الحمائية التي سيتبعها ترامب ليس فقط مع كندا فقط وإنما مع الشركات التجاريين ربما تعزز من مخاوف التضخم اللي نحن نشوفها حاليا وقد تبطأ حتى بقرارات فيما يتعلق بسياسة نقدية وتعيد إلى ساحة مجددا المخاوف التضخمية وذلك قد يهدد النمو داخل الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاقتصاد العالمي لأنه أنت عم تضغط على أسعار المستهلكين إجمالا وبالتالي قد تغير عاداتهم الاستهلاكية نعم استاذ رائد بيانات الأمس لنفقات الاستهلاك الشخصي جاءت ضمن التوقعات فبرأيك كيف ستؤثر مثل هذه البيانات على قرار خفض الفائدة والأسواق الأمريكية سجلت ارتفاعا قياسية خلال هذا الأسبوع بلا شك نحن حصلنا يوم أمس على بيانات الاستهلاك الشخصي عند 2.8% بارتفاع سابقا كنا خلال نفس الشهر حصلنا على مؤشر أسعار المستهلكين أيضا بارتفاع مؤشر أسعار المنتجين كذلك أتى بارتفاع جميع القراءات التضخمية جاءت بإما مطابق للتوقعات أو أعلى من التوقعات ولكن جميعها بارتفاع نسبي عن المستهدفات وهذا ضغط إضافي على الفدرال الأمريكي الذي قد يتجه بشكل مفاجئ لأنه كمان احتمالية تخليص السعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس في شهر ديسمبر انخفضت وفق أداة الـ CME لتوقع أسعار الفائدة انخفضت إلى 66% يعني عمليا ربما نتجه إلى قيام الفدرال الأمريكي بالامتناع عن تقليص أسعار الفائدة وهذا من شأنه أن يكون دون نبرة الشددية وقد يزيد من قوة الدولار الأمريكي قبل أن يصل ترامب فعليا كرئيس داخل البيت الأبيض واتخاذ القرارات التي قد تزيد بشكل أكبر من قوة الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة البيانات الاقتصادية التي صدرت حتى الآن يعني أعتبرها هي ناقوص خطر فيما يتعلق بموضوع التضخم وربما يصعب عملية الهبوط السلس التي كان قد يحتاج أن يحصل عليها الفدرال الأمريكي للوصول الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة التضخم عند مستويات المستهدفة دون أن يكون هناك دامج أو ضرر على ناتج المحل الإجمالي أو نمو الاقتصاد بشكل عام هل بعد العودة من العطلة سيكمل السوق بنفس النهج أم نتوقع حركة تصحيح؟ يعني حقيقة نحن شفنا الأسواق الأمريكية التي زال نوعا ما تناوش عن مستويات مرتفعة نسبيا بلا شك العطلة سوف تقلل بعدها الرغبة بالمخاطرة ربما نشهد مزيد من التوجه نحو ملاذات آمنة لوضوح أكثر في الصورة أيضا قبيل قرار الفدرال الأمريكي ربما نشهد نوع من عمليات التصحيح التي قد تترافق حقيقة أو تتعمق أكثر إذا ما كان هناك امتناع عن تسفيل السياسة النقدية بشكل أكبر أو تخليص أسعار الفائدة من قبل الفدرالي بنهاية الأسبوع الثالث من هذا الشهر قبل انتهاء عمليات تداول ونحن نعلم تماما في نصف ديسمبر سوف تقل التداولات بشكل كبير جدا ويميل المستثمرون إجمالا إلى التوجه نحو ملاذات آمنة وهذلك قد يسبب بعض التصحيح النسبي اللي نحن بدأنا نشوف بوادره نسبياً لكن نحن اليوم عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكن الحكم على حجم التداول بشكل عام نعم سيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكوتي شكراً جزيلاً لك